السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعة قناة حياة المعرفة حلقة اليوم إنشاء الله عن كنوز شهيرة لم يتم العثور عليها حتى الآن فما تنسوش دعمنا باشتراك وليك وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل إشعارات هذه الفيديوهات إنشاء الله هناك كنوز حقيقية كانت ترجع لبعض البلاد أو ترجع لفترة زمنية محددة لكن هذه الكنوز لم يجدها أحد حتى الآن من أبرزهم كنز سفينة سين مغيل والذي لم يتم العثور عليها حتى الآن والأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة الموجودة على متنها ومنجم الذهب الذي اختفى كل من قام بالعمل عليه واختفى المنجم أيضا ولم يتم العثور عليه وكنوز ساحل فيروبيتشا المفقودة كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو الكنز الأول لمعنا الآن هو تاج الجوهر يرجع هذا التاج لملك يسام مجون لم تكن سمعته طيبة بين شعبه لكن في أحد الأيام قام الملك بالهروب من عدو له وطبعا أخذ معه تاج الجوهر لكن عندما مرض هذا الملك ضوعت تاج لم يتم العثور على هذا التاج حتى الآن وهناك العديد من الأقويل التي لم يثبت صحتها حول مكان اختفاء هذا التاج الكنز الثاني لمعنا النهاردة هو الماسا فلورنتين هذه الماسا تتميز بضخمتها وبأنها تميل إلى اللون الأصغر وكانت ترجع لعائلة تسمى عائلة ميديسي تم تنقل الماسا لعائلة أخرى بعد وفاة آخر فرد في عائلة ميديسي وبعدها طبعا اختفت الماسا ولم يعثر عليها أي شخص وكان لإعتقاد السائد أنه تم سرقتها الكنز رقم ثلاثة لمعنا كنز سين ميغيل هذا الكنز الشهير موجود على متن سفينة أسبانية ولكن تم غرق هذه السفينة قبل وصولها للمكان المحدد وحتى الآن لم يجد أي شخص أثر للكنز اللي كان موجود عليها فهي كانت محملة بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة الكنز رقم أربعة لمعنا النهاردة هو كنز الذهب المفقود تم عمل منجم من الذهب في ولاية أريزونا لكن الغريب في الأمر أن بعد الانتهاء من عمله لم يظهر أي شخص من المنقبون الذين عملوا عليه واختفى المنجم تماما بكل من عليه ولم يتم العثور عليه أو اكتشاف مكانه إلا بعد حوالي ثلاثون عام من تأسيس هذا المنجم الكنز رقم خمسة اللي معنا هو ذهب ليون ترابوكو هذا الذهب كان يملكه مليونير من المكسيك يدعى ليون ترابوكو قد حاول هذا المليونير إخفاء الذهب الخاص به حتى لا يعرف مكانه أي شخص وليقوم بإخراجه بعد ارتفاع سعار الذهب لكن لم يتم العثور على موقع هذا الذهب المختفي حتى الآن وذلك بسبب وفاة صاحبه وقد كانت وفاته غمضة وبدون أي ظروف واضحة الكنز رقم ستة اللي معنا النهاردة هو المخبأ الهولندية قد قومت إحدى العصبات بمحاولة التخلص من رجل عصبات يسمى شولتز هذا الرجل قبل وفاته قد قوم بإخبار أحد مساعديه بمكان الكنز الخاص به وإن موقع هذا الكنز بالتحديد لكن لم يتم العثور على الكنز بسبب أن المساعد أيضا قد توفي وبذلك قد ضع مكان هذا الكنز من هذا اليوم الكنز رقم سبع لمعنا النهاردة هو النعش الملكي هذا النعش يوجد بداخله قطعا أثرية ثمينة منها الساعات الثمينة والسلاسل الذهبية وأدوات المائلة المصنوعة من الفضة وضع هذا الكنز أثناء الحرب العالمية بعد نقله من مكان لمكان أخر في جنوب شرق بولندا الكنز رقم تمانية لمعنا النهاردة هو كنز فيروبيتش هناك ساحل يسمى فيروبيتش موجود في فلوريدا هذا الساحل اشتهر بأنه يحتوي على عدد ضخم من الكنوز بسبب غرق وفقدان عدد كبير من السفن فيه أو بالقرب منه وقد تم العثور على بعض القطع الأثرية في هذه المنطقة وبعض القطع المعدنية والعملات الذهبية القديمة ولكن هناك على الضخم من الكنوز لم يتم اكتشافها بعد ولم تظهر حتى يومنا هذا الكنز رقم تسع هو السلجان المفقود هذا السلجان كان مصنوع من الذهب الخالص وكان جزءا من جواهر التاج الفرنسي طبعا لم يتم العثور عليه حتى الآن ويظن الناس أنه تم سرقة هذا السلجان لأنه اختفى في ظروف غمضة الكنز رقم عشر هو الخطم الصيني هذا الخطم تم صنعه خصيصا للامبراطور الصيني في هذا الوقت ولم يتم العثور عليه حتى الآن يعتبر هذا الخطم من أبرز الكنوز الصينية المفقودة متابعة قناة حياة المعرفة لو استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا باشتراك ولايك وتفعيل جرس التنبيات لكي يصلكم كل إشعارات بالفيديوهات التي نقوم برفعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته